حواز بكم حواز بكم حواز بكم اوسي نفسي وإياكم بالاجتهاد وجهاد في سبيل الإسلام لأن الدنيا دار من لا دار له والآخرة خير وأبقى خال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسابات إنسان قد عمله إلا بالصلاة صدقة جارية وعلم ينتفع منه وولد صالح يده له ولسانك شيقي بايدرام يفيد الناس في علمه تولى حياته دائما كبارا وشقار ليل ونهار حتى يظنون أنه مجنون ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خير الناس لذلك أمرنا شيقي بتقوى الله وعمل الصالح وأحسن عن الناس وصبر عن كل شيء قال تعالى إنما المؤمنون إحوى فاصلحوا بين أقويكم وتقوا الله لا لكم ترحمون وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قطعك وأحسن الله من يساء إليك وقل الحق ولو على نفسك ومن المحلوم بأنه لا بد من الموت لأن الله تعالى يقول في كتاب العزيز كل شيء هالك إلا وطه وأيضا كل نفس شائقة الموت علينا أن نستعيد للموت بالأقوال والأفال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى ساء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما عددت لها إذن فلابد من الاستعداد قبل الأجل وقبل قيام شاء نسأل الله تعالى أن يرشقنا وإياكم عمرا مديدا ويسلقنا صبول الغساد ويوافقنا لما يحب ويالله هكذا سكرا لك ويالله ودواب ملي قلوبنا المرضى ونسكر الشيخ المربي عالم الكبير فدينة الشيخ بايندور في قيامه الليل المبارك وقال تعالى في كتابه وأما بنعمة ربك فحديث وفي الحديث قال رسول الله عليه وسلم من لا يذكر الناس لا يذكر الله وأما الذين جلسوا في أمامنا تذاكرين الله نذكركم جميعا وعلى رأسكم العجبتي وفي الحديث سكر الله عالم الإيمان وبرأة من النفاق وعزن من النار وعبس من السيطان وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسروا سكر الله حتى يفره مهدون وقال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والهدوان نذكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أيها الولاد قد أحسنت الخطابة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم رزقا واسعا ثم آل الوصابي آل خبالي آتا كل قرات لكل حسيني وصرابهم كلهما قير جيبين والسلام عليكم في المرايا ثم آل الوصابي آل خبالي ترجمة نانسي قنقر